تلقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية رسالة خطيقة من معالي السيد فيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة الصديقة حيث أعرب عن خالص تعازي ومواساة بلاده باستشهاد خمسة من جنود مملكة البحرين البواسل أثناء تأديتهم واجبهم الوطني المقدس خلال المشاركة مع قوات التحلف العربي لدفاع عن الشرعية في اليمن الشقيق بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا على استمرار دعم المملكة المتحدة ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين وشعبها في هذا المصاب الأليم وقد عبر معالي وزير الخارجية عن خالص شكره وتقديره للمشاعر الطيبة التي أبداها وزير خارجية المملكة المتحدة معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوطيدة المتميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر